موسيقى 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 حياكم الله اذا مشاهدين اولا موضوعاتنا مع ملتقى الشارقة للخط ملتقى الشارقة للخط يعتبر حدث فني يحتضن ابرز التجارب الفنية في الخط العربي وفي الابداع التشكيلي المعاصر الذي يتناول الحرف ضمن مختلف اللغات في العالم ضيفنا لهذا اليوم المؤسسي ودعمي والمشاركين دائما في هذا الملتقى والذي يعقد بشكل دوري كل عامين رحب بضيفنا الخطات محمد النوري استاذ الخط في مركز الشارقة للخط العربي واحد المشاركين مثل ما ذكرنا في ملتقى الشارقة للخط حيث الله سيد محمد مساء الخير يعطيك العاشر اممكن ذكرت انك احد المؤسسين ومشاركين والدعمين دائما لملتقى الشارقة للخط بما انك احد المؤسسين ربما وكبت ملتقى الشارقة للخط خلال دوراته حتى وصلنا اليوم الى الدورة الثامنة ما الذي تحقق في ملتقى الشارقة للخط خلال هذه الدورات بشكل عام؟ نعم الحقيقة في بداية الاجتماع الأول اللي كان في متحف شارقة الفنون سنة 2003 كنا منجتمعين فكان القرار انه يتأسس ملتقى الشارقة للخط والحمد لله كانت ثمرة مهمة جدا من ثمرات الإبداع في الفن في إمارة الشارقة نعم والحقيقة كان دعم كبير من صاحب السمون شيخ دكتور سلطان بن حمد القاسم يا حفظ الله وهذا الملتقى الحقيقة الآن حقق نجاحات كبيرة جدا نعم كأشياء كثيرة في الأعمال في التنوع أيضا الشارقة كل عامين تكرم أساتذة في مجال الخط العربي من الرواد وهذا أيضا يحسب لحساب الملتقى نعم تشارك في الملتقى بعدد من الأعمال أعتقد في دورات عديدة شاركت في الملتقى بأعمال كل الدورات كل الدورات ما شاء الله خبرني عن هذه الدورة الثامنة ما هي الأعمال التي أعتقد أنت انتقيتها من أجل المشاركة في الملتقى هو العمل الأهم عندي الحقيقة التي كانت تكلم عن فكرة جوهر التي هي ثيمة الملتقى صحيح واخترت أن تكون هذا العمل سميته محمد صلى الله عليه وسلم جوهر المحبة فالعمل الأكبر بالنسبة إلي والذي هو حقيقة نعتبره خلاصة أعمالي التي أنجزتها والتي بدأت تاريخي في الخط أكثر من 35 سنة هذا هو بالنسبة للعمل الأهم استمرت في العمل في هذه اللوحة سنة ونصف متواصلة نعم سنة ونصف في التنفيذ عدد تصميم تصميم أخذ تقريبا ثلاث شهور والحقيقة الموافقة الجميلة أنه انتهى آخر نقطة كتبت في العمل في يوم المولد النبوي فبالتالي الحقيقة كانت موافقة ما مخطط إلها وهذا العمل يعني اكتبت فيه تقريبا تسع نواع من الخطوط وعمل كبير في تفاصيل كثيرة من الآيات القرآنية التي تكلم في محبة رسول الله سلم وفي قصائد الشعر العربي التي تكلمت عن هذه الشخصية العظيمة الحقيقة هذا هو العمل وهو أكبر عمل بالملتقة نفذت هذا العمل خصيصا للمشاركة في الملتقة ويناسب كذلك أيضا ثيمة الملتقة تحدثني عن أيضا في عملين آخرين شاركت فيهم كذلك أيضا في الملتقة أعتقد كذلك أيضا تحت ثيمة جوهر بما يتناسب مع الملتقة نتكلم عن هذه العملين كذلك الحقيقة أنا اخترت مجموعة من الأبيات الشعر من ربعيات الخيام واكتبت في هذا المرقع والعمل الآخر عندي عمل متناظر آية قرآنية واخترت أن يكون العمل التناظر الذي هو كثير من الخطاطين دائما يحاولوا أن يشتغلوا على قضية التناظر خاصة في خط الثلث صحيح والتناظر أعتقد أنه من أصعب أنواع الأعمال التي تنفذ بما أنها تنفذ بشكل يدوي اليمين واليسار بالضبط واليمين واليسار ويجب أن اليمين مطابق لليسار تماما فهو أحد الفنون الجميلة جدا الذي يختص فيها الخط العربي وينفرد بها أعتقد أن بالضبط بقية الفنون التشكيلية إن صنفنا الخط العربي طبعا من ضمن الفنون التشكيلية بلا شك هو أكيد فن تشكيلي أكيد لكنه يمكن يختلف يعني اختلاف جوهري عن الفنون التشكيلية الأخرى لأن الفكرة يعني إذا نأخذ فكرة الكتابة فالكتابة وظيفة كل إنسان يمارسها صحيح لكن الخط هو فن فبالتالي يعني هو مختلف تماما فلابد أن يكون تحت مظلة الفن التشكيلي إن الفن التشكيلي مجالة واسع كبير يعني مو بس الرسم ولا النحت ولا الخزف ولا التصميم أيضا يدخل الخط في هذا المجال حتى ما نقدر نحن لا يمكن أن نظلم الخط ونعتبره مجرد حرفة أو كتابة لا يمكن يعني يعني وإلا لما كانت هذه الملتقيات لما كان هذا الاهتمام لما كان هذا الأرث الذي عندنا من فن في متاحه في العالم صحيح بالفعل على ذكر الفن التشكيلي أستاذ محمد ما اختبرت أبدا إدخال ربما الخط العربي أو في الفن التشكيلي أو مزج الرسم ربما مع الخط في عدد من اللوحات أو كذلك أيضا تصميمها بشكل ثلاثي الأبعاد لأن نشوف تجاه الآن في العاصر الحالي إلى مزج الخط العربي بالفنون المعاصرة خصوصا ثلاثية الأبعاد وبشكل جميل جدا ربما تعرض يستخدم فيها أنواع عديدة ربما من المثل يمكن يستخدمون فيها أو نوع من المعادن فتكون جميلة جدا عندما تنفذ على شكل أعمال ما فكرت التجاه لهذا الاتجاه؟ لا والحقيقة فكرت ونفذت لأننا لا يمكن أن نحصر الخط في مجال واحد هي اللوحة الخطية التقليدية والحقيقة اشتغلنا على هذا الموضوع في مجال التشكيل في مجال اللوحة الحروفية وكانت لنا مشاركات ومعارض وأيضا في مجال التصميم الخطي يشتغل على موضوع المجوهرات والأزياء شاركت في الملتقة أو تشارك في الملتقة بالعديد من الورش وكذلك أيضا الدورات التدريبية خبرني عن هذه الورش والحقيقة نحن عندنا في ساحة الخط عندنا مركز الشارقة الخط العربي وعندنا بيوت الخطاطين فيه برنامج كامل هو البرنامج سنوي إضافة إلى برنامج الخاص بالملتقة البرنامج الخاص بالملتقة فيه ضيوف من خارج البلد دائما نستضيفهم ويقدموا ورش في مجالات متخصصة سواء كان في الخط العربي في الزخرفة في كل الفنون المصاحبة لهذا الفن أنا أستأذنك سيد محمد بس مناخذ فاصل قصير ومن بعدها نتكلم عن الورش بشكل مفصل فاصل مشاهدين ولنا أعود حياكم الله مشاهدينا مازلنا متوصلين في حديثنا مع الأستاذ الخطاط محمد النوري أستاذ محمد كنا نتكلم عن الورش التدريبية ربما والدورات التي أشرفت عليه وأقمتها حضرتك ضمن فعاليات ملتقة الشارقة الخط نعم الحقيقة نحن لدينا برنامج متكامل برنامج سنوي دائما بالإضافة إلى البرنامج الخاص بملتقة الشارقة الخط في مركز شارقة الخط العربي وفي بيوت الخطاطين من خلال هذا البرنامج نستضيف مجموعة من الفناني الخطاطين والمذهبين وأي شخص ممكن يعمل في مجال إلى علاقة بفن الخط العربي لأننا موضوع فن الخط العربي أيضا مثل ما هي المجال أستاذ مثلا صناعة الورق اليدوي تحضير الورق الخاص بالخط أيضا صناعة الحبر اليدوي هذه الأشياء شغل الذهب الذهب الحقيقة يعني هو الذهب الطبيعي الزخرفة كل هذه الفنون يعني لها علاقة بالعمل الخطي فبالتالي نستضيف دائما مجموعة من الفنانين في برنامج الملتقة سواء كانوا من داخل الإمارات أو من خارج الإمارات وهذا البرنامج إضافة إلى نحن كمدرسين في مركز شارقة الخط العربي لنا يعني ورش أيضا خاصة في هذا المجال حقيقة قدمت مجموعة من الورش بالفترة الماضية وعدنا أيضا برنامج يعني إن شاء الله يكون لنهاية الملتقة بالإضافة إلى أنه عندنا في مركز شارقة الخط العربي ستبدأ يعني خلال هذه الأيام دورة تدريبية في مجال الخط العربي والزخرفة جميل جدا يعني هذه الدورات متواصلة الحقيقة هي ليست حصرا أو حصريا في عارية ملتقة الشارقة الخط لكن هي الحقيقة مستمرة هل هناك ورش عمل ربما أو دورات سيد محمد تستهدف ربما المبتدئين أو حتى الأشخاص من اللي لديهم ربما موهبة بسيطة جدا أو حتى الفنانين تشكيليين يعني خلنا نقولنا بعض الفنانين تشكيليين ربما لديهم أساسا موهبة الرسم أو موهبة كتابة الحرف نفسه هل يتم استهدافهم خصوصا للشباب من أعمار الصغيرة صحيح هو الحقيقة البرنامج والدورات هذه مفتوحة للجميع يعني سواء كانوا مبتدئين والحقيقة هذه مسألة مهمة جدا أنه إذا ما استهدفنا المبتدئين بالتالي يعني ما رح يكون في برنامج تعليمي متكامل فبالتالي نحن في مركز شارق الخط العربي الحقيقة الهدف الأساس أنه يكون عندنا جيل خطي متميز وممتاز ويفهم هذا الفن فنحن نستهدف في هذا الموضوع هذه الفئة مبتدئين وأيضا في كثير من الفنان التشكيليين مثل ما تفضلت لحضرتك يعني عندهم إمكانية على سواء كانوا في مجال الرسم والتصميم حاب أنه يضيف لعمل الفني شيء من الخط العربي وهذا الشيء أيضا موجود عندنا أنا أرى أمامك مجموعة من الأوراق تخبرني ربما عن استخدام هذه الأوراق هي أصلا فيها مكتوب فيها شيء أم لا؟ لا خالية الأوراق تماما الآن هذه الأوراق التي تستخدم في الخط العربي صحيح؟ نعم هو كثير من الوراق نستخدمها حاليا نعم شيء يصبح لنا في مجال العمل الفني في مجال اللوحة دائما نفضل أن يكون الوراق خالي من الأحمام دعني نتعرف يعني ربما هذا النوع مصنوع يدويا هذا أطلاد لعنى نستخدم في التدريبات يعني نحن مثلا دائما لما نشتغل على موضوع مسودة معينة يعني في التدريبات لا تستخدم الوراق اليدوي المصنوع يدويا لا نستخدم الوراق اليدوي نستخدم الوراق الصناعي أيضا الورق الصناعي أيضا فيه ورق صناعي خالي من الأحماض نعم فيه أنواع جيدة من الورق الصناعي فهذا الورق مثلا نستخدمه خالي من الأحماض صارت عندكم خبر أعتقد أستاذ محمد بالتأكيد كخطات خلاص من تشوف الورق أعتقد أو من تبدأ تكتب عليه تعرف هذا الورق بالضبط صح أنت عادة تفضل أي نوع لمصنوع من شو بالتحديد والله دائما الورق اليدوي يفضل أن يكون من الخامات التي هي النظيفة القطن الكتان هذا أفضل شيء لا تكون فيه شوائب لأنه فيه ورق معاد فهذا تكون فيه شوائب الشوائب فيها مشكلة عندما تكتب مثلا خط ناعم صغير فيه مشاكل لكن الورق الذي هو مصنوع من مادة جيدة ونظيفة لا يوجد مشاكل في الكتابة الآن أنا فضل عن أدوات الكتابة فسأل معنا هي أمامنا أعتقد كذلك أيضا الريشة نفسها نعم هو الأقلام القصب أو القصب مثل ما يسمونه في أنواع طبعا يعني هو مثلا القصب نفسه سيد محمد أنا أسمع أنه يعني كل يوم تنتج أنواع جديدة أو كذلك أشكال غريبة نعم وربما قد تكون غير موجودة أساسا عندنا أو تأخذ من مناطق أخرى في العالم صحيح والحقيقة القصب الطبيعي هو هذا هذا القصب الطبيعي هذا موجود يعني موجود دائما ينبت حول المستنقعات حول البحيرات ثم بعدها ينشف يقطع الخطات ويقدر يستخدمها هذا طبيعي ما دخلت لأيد الإنسان نهائيا هذا طبيعي بالضبط لا ينصنع فقط يقطع وخلاص بالضبط هذا نحن نسميه قلم الطمار هذا يصنع والحقيقة هذا موجود تاريخيا يعني كانوا يستخدمون في الأحجام الكبيرة لأن هذا القصب محدود في الأحجام لكن إذا احتجنا إلى كتابة لوحة كبيرة أو حرف كبير لازم يكون شيء مصنع فيما يستخدم من الرؤوس الأقلام هذه من قلم اللي هو الخشب يعني النوعيات الجيدة أو مثلا يصنع من البلاستيك مثلا بعضهم يصنعون من البلاستيك الآن أو يصنع أيضا من الحديد وأيضا يوجد قلم آخر يدخل تطوير وائد على أدوات أو أنواع القصبات أو القصب تسمونه صحيح اللي مستخدم في الخط العربي بالنسبة لأحبار الآن أيضا دخل عليها ربما تحديث أو يدخل عليها تحديث جديد في كل يوم ربما نعم هو الحقيقة أفضل أنواع الحبر الحبر اليدوي لأن الحبر اليدوي حبر مأخوذ من يعني كل الأشياء التي تدخل فيه هي أشياء يدوية طبيعية أما الأحبار الصناعية فممكن بعد فترة اللون يتغير حالة حال الورق تماما حالة حال الورق الصناعي فالورق دائما يرتبط بموضوع الحبر موضوع القلم فالحبر دائما نستخدم الحبر اليدوي هو الأفضل دائما ونفس الشيء لو نلاحظ المخطوطات القديمة لا زال الحبر مثل ما موجود هو جميل سيد محمد أن أيضا الأدوات المستخدمة في الخط العربي بما فيها الورق هي أدوات أصيلة بالضبط نستطيع أن نعتبرها أو نصح تعبيرنا هي أدوات أصيلة كأصالة الخط العربي صحيح تماما اليوم كذلك أيضا تقنيات الحديثة شوي أقحمت نفسها نصح تعبيري كذلك أيضا في مسألة الخط العربي في العديد من الخطاطين أصبحوا يستخدمون تقنيات الحديثة أو ربما برامج تكنولوجية لتعديل الخط مثلا طبعا مثل ربما الصورة صحيح أنت مع أو ضد هل تشوف أن هذا يضيف أو ربما يسهل عمل الخطاط ولا لا ممكن يأخذ من جماليات الخط والله هو الحديث في هذا الموضوع يطول لكن أنا مع وضد في الحالتين كيف مع أن الخطاط نفسها يعني يدخل هذه البرامج لإضافة أشياء مهمة جدا كانت قبل أيام عندنا ورشة مهمة جدا استخدام الخط في مواضيع ثلاثية الأبعاد ممكن أن نشتغل على نصب معين من الحرف العربي صحيح ولكن نحن كخطاطين يجب أن نتعلم هذه الأشياء حتى نقدر أن نطرحها بشكل أصيل وجميل ممكن غيرنا حقيقة لا يقدر يعني يوصل إلى هذا الفكر الذي نحمله كخطاطين أو أناقة الحرف أو استخدامه بشكل صحيح نعم اللي دخل حقيقة ناس بوسطان مخطاطين فبالتالي تشوفي هذه البرامج دخلت في الكمبيوتر وأخذت حييز كبير وسببت إشكاليات كبيرة في هذا الموضوع أصبح أنه كل إنسان يشوفها يقول هذا خط لكنه ما يفرق بين الشيء الأصيل والحقيقي والمقاييس اللي احنا نعتبرها مقاييس يعني دقيقة دقيقة ومهمة في مجال الخط هذه كلها الحقيقة البرامج نسفة هذا الشيء فبالتالي احنا يجب أن نوعي كل من يدرس الخط العربي نعطي توعية في هذا المجال أن هذا الشيء صحيح وهذا الشيء خطأ احنا مع دخول التقنيات ومع التطور ومع كل شيء ممكن أن يكون فيه صالح وفيه مصلحة لفن الخط العربي لكن ضد أي شيء يشوه الخط العربي فبالتالي يجب أن نوازن في هذا الموضوع بما أن حين ويانا الورق ويانا كذلك أيضا الحبر وكذلك القصب دعنا نرى شيء على الهواء مباشرة سيد محمد تكتب لنا أي شيء؟ حاضر ربما ونحنا كذلك أيضا نتحدث ربما عن الخط العربي فيما يتعلق ربما بالتقنيات الحديثة سيد محمد هناك جانب مشرق اليوم ظهر كثير من الفنانين تشكيليين يستخدمون التكنولوجيا الحديثة بحيث يرسم إلكترونيا يعني نحن ممكن تعرفت على فنانين تشكيليين أبدا ما مسك الريشة وكذلك أيضا الألوان ورسم لكنه مبدع في مجال البرامج أو التقنيات الحديثة ويرسم كذلك أيضا بشكل جميل جدا ويستخدم ألوان إلكترونية صحيح هل من الممكن أن الخط العربي كذلك أيضا يصبح كالفن التشكيلي في هذا المجال؟ هل المستخدم رسام؟ هذا هو السؤال هل المستخدم رسام؟ بالتأكيد إذا كان رسام رح يتقن هذا الشيء بشكل أجمل من شخص آخر لأنه بالنهاية قضية فهمية يعني إذا كانت لديه الموهبة لازم يكون الموهبة والإحساس لأنه أنا لما أجي أشتغل باللون يجب أن يكون عندي معرفة أما إذا شخص ما عنده هذا الشيء فبالتأكيد العمل ما رح يكون مثل ما يكون العمل الخاص بالرسام نفس الشيء بالنسبة للخط أيضا نحن نستخدم برامج ونستخدم هذه البرامج في موضوع الخط العربي وعملنا ورش في هذا المجال أأكد دائما على أنه المستخدم يجب أن يكون خطات لسبب فهم الزاوية في الخط مهم جدا زاوية القلم زاوية الكتابة كل خط إلى زاوية معينة في الكتابة يعني يجب أن يبدأ خطات أصيلا وبالتالي ممكن أن يترجع إلى التقنيات الحديثة بالضبط تماما أنا ما بقاطع كسا لا تفضلي تفضلي ما عندنا مشكلة أريد أن تكتب ربما العبارة عادة تخططون أستاذ محمد للشيء أو تحضرون ربما للعبارة التي أنا أكتبها نعم صحيح؟ التحضير هذا عادة أن يكون على نفس الورق في مسودات مسودة أولى ثانية ثالثة إلى أن نصل إلى يعني الشيء اللي يعني في بالنا في مجال التصميم الخطي فبالتالي يعني إحنا نستخدم هذا الشيء إلى أن نصل أحيانا نشتغل على لوحة معينة أو تصميم معين وما ننفذها ما ننفذها أبدا أبدا زا كيف تشتغل عليه صد محمد يعني شو تستخدم في يعني أنا عارف مثلا أن هناك فنانين تشكيليين يستخدمون عادة قلم الرصاص أو أي قلم آخر للتخطيط أو ربما للمسودة المسودة بالنسبة لكم أنتم الخطاتين أقلام الخط أقلام الخط تماما أقلام الخط أقلام الخط العادية نفسها أقلام الخط نعمل المسودات وبعدها يعني نصل إلى مرحلة أنه اقتنعنا بهذا التصميم غيرنا فيه كانت فيه شيء في السابق تسمى القوالب الخطية قوالب الخطية حقيقة هي لا زالت موجودة لكن بصيغة أخرى كان الخطات بالأدوات البسيطة اللي عندها يشتغل في على الورق الأسود بأحبار أو شيء قريبا من الأحبار نحن نسميه حبر الزرنيخ أو الكبريت نعم نعم لا يخوف نعم لحقيقة هي مادة سامة لكن هي تخفف طبعا وكانوا يكتبوا فيه على الورق الأسود بعدها يبدأ يصحح على الورق الأسود يبدأ يصحح بعدها بالحبر هذا يستخدم القالب ثم تثقب الحروف يعتبر هذا قالب بعدما يثقب يضع عليه باودر يمسحها ينزل من خلال الثقوب إلى الورقة الرئيسية ثم يبدأ يكتب لا كان فيه شيء عندهم اسمه ورق شفاف وهذه الأشياء التقنية يعني هذه الأشياء كانت بسيطة فبالتالي هو يحرص كان يبتكرون ربما السبل بالأشياء وفي ذلك الأدوات البسيطة صحيح تجدبك عادة زخرفة سيد محمد في الخط أو شو الأكثر فني يجدبك بالشراكة مع الخط العربي الزخرفة أكيد الزخرفة هي مكملة يعني هذه فنون مكملة أصيل مكملة نعم أكيد أكيد مكملة أصيل بالإضافة إلى شيء آخر أنه في عندنا فن آخر مرتبط من موضوع الخط العربي هو فن الإبرو الإبرو اللي هو بضاب صحيح نعم ممكن حضرتك أكيد يعني مطلع ربما أو صلافت سابقا صحيح أيضا هذا الفن نعطي في دورات في مركز شارك الخط العربي وهذا فن أصيل أيضا مرتبط بالخط العربي من مئات السنين وهذا الفن حقيقة وصلنا من أواصط آسيا من أواصط آسيا نعم وانتشر إلى البلدان الإسلامية الدول الإسلامية ربما استخدمتها أو استخدمها الخطاطين سابقا وفن الإبرو أيضا فن مهم يعتمد على قواعد وأسس وأشياء يعني تفصيلية وأدواتها كذلك أيضا أصيلة لا تتغير يعني بالضبط كل الألوان اللي مستخدمة لازم تكون ألوان يعني من الطبيعة لا يمكن أن نستخدم لون صناعي لأنه اللون صناعي بعد فترة خلاص يتأكسد يتغير سبحان الله يتغير أنا طبعا أنا أرى اللوحة عندما تكتمل أنا لا أريد أن أرى ما تكتب أنا أكتب أماسي جميل هذا البرنامج الجميل اللي استضافنا ودائما يستضيفنا ويستضيف المبدعين الحقيقة شكرا لك سيد عمد وإلى دور حقيقة في تنشيط الذائقة الجمالية في الوطن العربي بشكل عام أنا دائما يعني كثير من الأصدقاء والزملاء يعني يتابعوا حقيقة يعني هذا البرنامج يعني هو شيء بسيط جميل كتبنا شيء بسيط يعني طبعا هذا بخط الجليد ديواني أحد الخطوط المعروفة نعم والمهمة في مجال الخط العربي طبعا هناك كثير من أنواع الخطوط العربية يعني لكن يبقى ديواني والثلث ربما أحد يعني أعتقد أهم الأكثر 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 إغراءا نعم وإبداعا كذلك وإبداعا وجمالا يعني صحيح الخطوط العربي كل الشكر لك سيد محمد أنا تشرفت بوجودك اليوم الله يفضح الإسلام شكرا لك وشكرا كذلك أيضا على هذه اللوحة الجميلة البسيطة شكرا جزيلا شكرا لك شكرا لك شكرا لك شكرا لك